مخاوف اتساع رقعة الصراع وتحولها إلى حرب إقليمية شاملة دفعت العديد من شركات الطيران لإلغاء أو تعليق رحلاتها الجوية من وإلى بيروت وإسرائيل شركة إيرفرانس أعلنت تمديد تعليق رحلاتها إلى بيروت بسبب الوضع الأمني وقالت إن عودة الرحلات تعتمد على تقييم الوضع الأمني هناك وسبق هذا الإعلان قرار الخطوط الجوية النمساوية وشركة لوفت هانزا الألمانية تعليق رحلات الجوية إلى بيروت بالتزامن مع إلغاء أربع شركات طيران أمريكية وبريطانية رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب أمنية فضلا عن عدد من الشركات العربية وتسود حالة من التوترات الأمنية في ربوع المنطقة لسيما بيروت عقب اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري البارز بحزب الله في غارة جوية إسرائيلية على مبنى في ضحية بيروت الجنوبية تطورات دفعت الخارجية الأمريكية لرفع تحذيرها بشأن السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع الذي ينص على عدم السفر كما حدت سويسرا رعاياها على مغادرة لبنان مشيرة إلى الوضع المضطرب بشدة في البلاد ويعد مطار بيروت الدولي المطار الوحيد في لبنان وكان قد استهدف خلال الحرب الأهلية بالبلاد وفي حروب سابقة مع إسرائيل ومنها آخر حرب دارت رحاها بين حزب الله وإسرائيل عام 2006 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة